انت يا ودي يا نايل نعم انت لسه رجع مش جم لسه حالة طب عندك ابرة وفتلة لا ما افتكرش استنى انا جيالك يلا يا اخويا تعالى ندور عالابرة والفاكي عرفين انت بابا فوق مش هيمفع وانت قوليش لا بابا ولا ماما لا اقولك بس همش عاش لوحدي انت عارفها يلا يا اخويا يلا عشان الفضايا يحوين الناس تعالين مش هيمفع هنزحب يا اخويا ما تخافش خش بقى عشان الفضايا ايه اللي تبادي يا اخو اخويا 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 انا ما صدقت انه ناما بقى من نص ساعة بس مغمد عيني تفضل اخويا تبا انتوا منين عليه وعملي هو احسن حبد الله الدكتور بهاء قال ايه قال ان حالته مستفرة وقلبه بقى تقريبا زي ما كان في الاول تعبد الله السوق اداله شوية تعلاجاته يمشي عليها يوميا ومنوع عن التدخين في حد اه ظهره اصدك اخته ليلى لا الحمد الله ما جاتش انا كنت مرهوبة لا تيجي وانا الواحد كنتش عارف اتصرف اكيد انا بذكرت احاجت احاجتني واه يا ملها دي انا عندي صداع لازم اشرب قهوة هنزل للكافيتيريا عشان اجيب قهوة تحت في اول دور اه ماشي اوكي من هنا يا حبابتي هيا مين دي؟ دي مروة زملاتنا في الشغل شغل محترمة جدا مسل اه جدا شربت كاس وواضح ان دماغة خفيفة حرم يا عيني ما تقليش ليلى مش هتيجي هنا تاني بعد ما اطردها اتطمي انا طبعا ما كنتش حابة ان دا يحصل بس اللي قلته ليلى دا مختر مش مزبوط انا متأكد انا عارفة ان وجودي عند مراد في البيت ملوش اي معنى بس هو رجل محترم واحتواني اي حد ما كانه كان ممكن يسيبه ما اعتقدش يا داليا لو حد عارف انك محتاج لمساعدته هيبقى سهلة علي انه يسيبك انا بقالي فترة منشق السيارة عنده مراد في البيت صراحة عمري ما شفت منه اي حاجة تخوفت خالص داليا انت جميلة جميلة قوي مش مش الشكل بس حتى انت يا مختار بما ان كلام ليلى مش مزبوط و انا عارف ان هو مش مزبوط انا لازم اسألك سؤالي انا لازم اسألك سؤالي لا مش هتسأل عشان انا تقريبا عارف انت عايز تقولي انتي بتحب المراد طبعا طبعا لازم احبه تصور واحدة في ظروفي وقابلت واحد زي مراد وعمل كل اللي عملوا عشانها تفتكرى حسله بايه ممكن تقولي ازاك يا دكتور ازاك يا مختار ايه هيدخلو بيانت بقى بكرا بعده بكتير الطن هوا بقى كوي يساوي يرتاح بس اسبوع عشر تيام ويرجع لحياته الطبيعية هخش اشوفه بس يا دكتور بس هيطرنا نشوفه هيا بطل عاملي مشاكل انت لي بس بها الله احنا مش في سنة بعض لما ناس تقلبك دهاف وحجزت انا هيتقل علي ايه حجزت زيك امت اين ام امت يا مختار بقى لي شوية بس جيت لقيتك نايم فمرضيتش هزيجك قعدت مع داليا شوية برا داليا اتعبت معي يا مختار اكيد اقوها تقول كده يا مراد ده انا لو قعدت جنبك مئة سنة برضو مش هارف اردلك الجميلة انت تقدر تخرج بس ما تعملش اي مجهود وزي ما قلتلك ما فيه استجاير ولا دهون الحمدلله على سلامتك يا مراد شكرا شكرا دكتور انت بقى تسيبك من الشغل والدوشة دي وتروح تاخد اجازة كده على البحر وتشوف يوحل وتدلع نفسك فكرة كويسة جدا تيجي نسافر باريس باريس طبعا انا اتمنى بس اه بس انا ما عنديش باسبور مش انت برده بتحلك اي دين قطاع كل حاجة بليها حلق اجيب طيب عايزين اطلع باسبوري دالي عايزين اتسافر مع ايه 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 تبرو حاصل اقلوني شوية اركب الحنبور واتحنطر درجن درجن اه اركب الحنطور واتحنطر بس اعود قدام واشد اللي جا واتحنطر درجن درجن اتحنطر ايه اخويا جيت خليك في حالك وانا في حالك انا واحدة بتتحنطر درجن درجن اتحنطر والله حنو قوي الشمع جامد من النابية بتي يا فتون دانتقام مزة اركب الحنطور واتحنطر هاهاها يا حضوح لي احبيته وحشني جدا الحمدلله على سلامتك أحس كي إني لها لسانة ما جاتش الفردوس فرحانة زيك مختار والله إنت نورت يا مستمرات حمدل على السلامة الله يخليك يا فردوس أنا عارف أن أنت مبسوطة بس بلاش حكاية الزغالية دي لو سمحت غزب عني بقى مصاحتي والله فردوس الأكل من هنا ورايح مسلوء والملح قليل من عناية اللي هون شوفي مختار بشابيه لا أنا تعبان هروح بقى ما تنسيش المعاد بتاع السجل المدني عشان دورق كتير عشان نعرف نطلع عليك البسبور ده مكرا صح؟ اه مايش تعبينك مقناق واختاروا ماشي ما شوفت مين مجد البادلة حمدل على فيلمتك الله يسلمك يا عبن مع السلام سلام أنا عجلش رب أهوة في دورس حايل أنا لقهوة بجيلك لا أهوة ايه؟ اتنين أورنج بليز قهوة ايه يا مراد؟ يا دكتور قال ما فيش قهوة ليه كده؟ ما قال قهوة واحدة في اليوم كويس لا أنا واحدة في الشهر قهوة واحدة في الشهر شهر ده كتير يا دارية ناشي خمسة وعشين مينة أورنج بليز حببتي راح لأ أورنجي يجيلك حالة لو خليها إسبريسو إسبريسو ناشي ما مع أهوة لأ عارفة لما كنت في المستشفى ساعة لما كنت بفتح هنايا لأيكي جنبي كده ممكن جايلي حساس ان انت خايف عليا خايف لأموت تقوش هداء موعد بعد الشهر عليك عارفي أكتر حاجة كانت شغلاني هي أنا كنت خايف لها بعد ما موت يعني تتبه دلي هاش غلاسة با ما تكلمش في الموضوع ده ما أنا هيخليك لايف يحميك من كل شهر يعني هستهن القهوة هتشرب العصير على قبل ما أخد الشاور يلا بحي أليف كبلي معي أه نشي شكرا شكرا شكرا